طبعاً إحنا في هذا الجزء رح نتكلم عن القيامة خلينا أوجه لك سؤال ما هي الأسس التي تفيد حقيقة القيامة نعم إن القيامة السيس نيزار هي حجر الزاوية في المسيحية فبدون القيامة يقول رسول الأمم بولوس في لون المسيحية نحن بعد في خطيانة لا ينفع الإيمان ولا هناك رجاء في الحياة باطل إيماننا باطل كرازتنا نحن بعد في خطيانة لكن المسيح قد قام من بين الأموات لأن المسيح في كيانه وكنهه قوة حياة لا تزول له كل مجد يقول عنه الكتاب المقدس له وحده عدم الموت لك المجد يا رب ونحن نتكلم الآن أنا وأنت أسيس نيزار لنشعر فقط لكن نحن نتحسس قيامة يسوع في أفئدتنا وكياننا وإنساننا وضمائرنا ولنا ملء الإيمان أننا سنحيا معه وسنملك معه إلى أبد الآبدين فالمسيح أسس القيامة المسيح له عدم الموت ساكم في نور لا يدن منه هو الأزلية والأبدية وهو قبل القبلية وبعد البعدية هو في الوجود وقبل الوجود هو في الزمن وقبل الزمن له المجد هو الخالق به كان كل شيء بغيره لم يكن شيء مما كان أخي المشاهد إن النفس الذي تتنفس به الآن هو عطية من الله ونفخ في أنفي لآدم نسمة حياة هذه النسمة هي شرارة من صدر الألوه فإن كنت لا تؤمن بالمسيح فحياتك بئس هذه الحياة بدون المسيح فالأساس الأول أن المسيح هو الخالق القادر على كل شيء الذي لا يموت الأمر الثاني أن يسوع المسيح هو الأزل والأبد نعم في كيانه وذاته الأبدية ليس فيها زمن ليس فيها تاريخ الأبدية هي هي مد لا ينتهي إلى أبد الآبدين ودهر الدهرين وأسس القيامة أن يسوع جاء بجسم بشريتنا لكي يموت عن الإنسان الذي سقط في الخطية وعصى الله وتمرد وصار إنساناً من نصيب الموت وليس الحياة فجاء يسوع مملوء نعمة وحقاً ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا ونعمة فوق نعمة حياة فوق حياة له كل المجد فالمسيح هو الله المسيح هو الخالق المسيح هو القادر على كل شيء وعلى هذا الأساس والركن الأساسي أن المسيح قد قام من بين الأموات كل الأنبياء سواسية هم رفات في القبر لكن يسوع وحده قبره فارغ ليس هو هنا لكنه قام والدليل على ذلك أن يسوع حي أن هناك ملايين لبل بلايين من البشر الذين سبقون إلى المجد الأبدي اختبروا الولادة الجديدة وقيامة يسوع في أفئدتهم وكيانهم وعندما قام المسيح تشققت الصخور وقام كثيرون من أساد الراقدين أي المائتين فهذا هو الأساس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر